ويقام بزيارة الهيئة العربية للتصنيع لبحث التعاون في جميع مجالات التصنيع والاستثمار أرتاتي هذه الزيارة في إطار خطوات جادة بتنتهج الهيئة العربية للتصنيع محليا وإقليميا لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء العرب وفتح مجالات جديدة للاستثمار فضلا عن مجوداتهم الدولية لفتح أفاق جديدة من التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية ويشهدت الزيارة توقيع العديد من فروتوكولات التعاون في مجالات الاستثمار والتسويع كمان تضمنت الزيارة قيام الوفد بجولة لتفقد أهم إصدارات الهيئة خلونا نتبع التفاصيل من خلال التقرير التالي إيمانا بأهمية تعزيز التكامل والتعاون مع الأشقاء العرب تقبلت الهيئة العربية للتصنيع وفدا من جمعية خليجيون في حب مصر وعددا من كبار المستثمرين من الكويت والسعودية والإمارات لبحث أطر التعاون في جميع مجالات التصنيع والاستثمار الاتفاقيات التي وقعت اليوم اتفاقيات هامة جدا لأن حضراتكم هي مؤسسات عربية عريقة وبرضو عملت هذه الاتفاقية مع هيئة عريقة اللي هي الهيئة العربية التصنيع ونحن نتطلع للتعاون مع كل العرب لننمو مع بعض ولنصنع صناعات عربية متطورة تليق الحقيقة بتاريخ العرب احنا شعرنا الاستثمار العربي في الوطن العربي بنعمل كل ما في جهدنا أن يكون هناك مشاركة عربية سوى خليجية أو سوى عربية احنا حيكون دورنا التعريف بالهيئة العربية للتصنيع اقامة معارض للهيئة العربية للتنظيم التسويق لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع جلب مستثمر خليجي أو عربي للهيئة العربية للتصنيع وهذه العودة ستكون مفخرة كبيرة سوى للدول الخليج أو للدول العربية خلال الزيارة قام الوفد بجولة لتفقد أهم إصدارات الهيئة كما تم توقيع أربعة بروتوكولات تعاون في مجالات الاستثمار والتسويق وتدريب الكوادر من المهندسين والفنيين على أحدث تكنولوجيات التصنيع الحديثة والذكية بالمراكز التخصصية لدى الهيئة العربية للتصنيع مجال التعليم هو مجال أساس أي كل شيء الصناعة بدايتها أن يأتي لك شخص متدرب متعلم يبدأ مشواره في التصنيع وكذلك استمراريته للتطوير نفسه وتطوير المنتج يجب أن يطور من ناحية التعليمية والتدريب المستمر وهذا ما نسعى إليه تأتي هذه الزيارة في إطار خطوات جادة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع محليا وإقليميا لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء العرب وفتح مجالات جديدة لعودة الشراكات مع الدول العربية في كل مجالات التصنيع والاستثمار واصل حجاج بيت الله الحرام التوافد على المملكة العربية السورة